بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الليلة الأخيرة للعام المنصرم 2020 ونحن نودع هذا العام الذي كان حافلا بالأحداث الساخنة والساخنة جدا في منطقة الشرق الأوسط صراعات بين أمريكا وإيران صراعات في سوريا صراعات في شرق المتوسط صراعات في العراق صراعات في نجورنو كرباغ المنطقة كلها فوق صفيح ساخن ولكن هناك خمس بؤر أو خمس مناطق ساخنة صراعات ساخنة في الشرق الأوسط قد تغير شكل المنطقة ووجه المنطقة في عام 2021 خلونا نتابع مع حضرتكم إيه أهم الأحداث والصراعات الموجودة في المنطقة والتي قد تنعكس على عام 2021 الذي ربما لن يكون أفضل حالا من 2020 وأتوقع أن عام 2021 قد يكون عام أكثر سخونة الحدث الأول والمنطقة الأبرز التي كانت في عام 2020 كانت المعارك التي دارت في ليبيا وهزم فيها خليفة حفتر على يد حكومة الوفاق بعد تحالفها مع تركيا وإمداد تركيا لحكومة الوفاق بالطائرات المسيرة وبإمكانيات عسكرية وتدريبات قلبت موازين المعركة رأسا على عقب وخرج حفتر من منطقة الغرب مزموما مدحورا ليعود أدراجه إلى منطقة الشرق الليبي ولكن الأمور في الحقيقة لم تنتهي بعد ولم تغلق الصفحة احنا شفنا خليفة حفتر في الأيام اللي فاتت وهو بيهدد بأنه سيقوم بطرد الاستعمار التركي هكذا يقول ويوصف القوات التركية الصديقة الموجودة هناك بدعوة رسمية وتحالف رسمي مع الحكومة الشرعية من طرفها تركيا ردت بإرسال وزير دفاعها ووفد عالي المستوى لكي ترد على خليفة حفتر وأن قواته ستكون عرضة للاستهداف في كل الطراب الليبي ولن يجدوا مكانا يهربون إليه لا شك أن الملف الليبي لا يزال ساخن خاصة في عمليات التحشيد وجلب المرتزقة حفتر لم ولن يتوقف هو وفاجنره وهو جنجاويده في إحضار طائرات من روسيا في عمليات إمداد عسكرية كبيرة لإمداد قوات حفتر بالسلاح واستعداد لمعركة يتمنى أن ينتصر فيها إذن الملف الليبي لم يغلق بعد ولا يزال يحمل في طياته الكثير الملف التاني والصراع التاني الدامي والمؤلم والحزين هو الملف اليمني حيث تعرضت اليمن لأكبر كارثة إنسانية في العالم كما تقول الأمم المتحدة أدى لتفشي فيروس كورونا والمجاعات الهائلة التي ضربت اليمن كل ده حصل في عام عشرين وعام الفين وعشرين مع الأسف قد يكون مثل عام عشرين وربما أسوأ شفنا مبارح كيف أن الحكومة الجديدة التي تم التوافق عليها كيف تم استهدفها في مطار عدن واستقبالها استقبال سيء عن طريق انفجارات وقتل وجرحة لا شك أن الأمور في اليمن وجبهة اليمن ستظل ساخنة في ظل أن الحثيين حريصين الآن على إسقاط عدن ويتقدموا نحو عدن بشكل كبير ويحاولوا السيطرة عليها لا شك أن خسارة مأرب إذا حدثت ستكون خسارة كبيرة جدا لقوات الشرعية اليمنية خاصة أن اليمن كما نعلم بلد فقير وإمكانياته محدودة ولكن مأرب بها إمكانيات بترولية وغازية كبيرة وهي التي يعني تضخ في شرايين الدولة اليمنية شيء من الإمكانيات والعملة الصعبة الملف الثالث الذي تفجر في عام 2020 كان الملف الأثيوبي فجئنا بالقوات الأثيوبية أبي أحمد يقوم بشن هجوم هائل على قوات التجراي التجراي هما كانوا في الحكم المدة التلاتين سنة التجراي اللي كان لهم دور كبير جدا في عمليات التغيير التي حدثت في أثيوبيا أبي أحمد قام بقلب يعني رأس المجن ليهم وقام باستهدفهم واستهدف أراضيهم وتشردهم في الأراضي السودانية ولم يكتفي بذلك فحسب بل جعل المنظمة التي تخص إقليم التجراي لها جابهة تحرير تجراي جعلها منظمة إرهابية والآن يطالب باعتقال قادتهم العددهم مية سبعة وستين واحد جابهة التجراي من طرفها وإن كانت هزمت عسكريا ولكنها لم تستسلم لا تزال تتحدى ولا تزال تتكلم أنها سوف تواصل الصراع وسوف تدافع الحكومة التي تعتبرها غير دومقراطية وأن أبي أحمد باقي في السلطة رغم أن في الشعب دون انتخابات بحجة فيروس كورونا الملف الرابع المتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي وده أيضا زاد سخونة في 2020 في يوم 3 يناير تم اغتيال أكبر شخصية إيرانية بعد المرشد الإيراني وهو قاسم سليماني قائد فيلق القدس حيث قتل في عملية أمريكية في العراق لا شك أن هذه العملية زادت الأمور سخونة ولم ينتهي العام إلا وقامت إسرائيل بمساندة أمريكية باغتيال عالم الضرة الإيراني الشهير محسن فخر زادة لتزداد الأمور قتامة وتزيد الطين بلة لا شك أن الأمور تتصاعد وأن الملف محتق جدا وهناك دلائل وإشارات بنقل طائرات بي 52 وحاملات الطائرات والغواصات ورغم أن الجيش الأمريكي قام بسحب إحدى حاملات طائرات من منطقة الخليج ويعني بحجة تخفيف التصعيد في المنطقة ولكن ربما يكون هذا لزيادة التصعيد في المنطقة خوفا من استهداف حاملة الطائرات قاموا بسحبها لمكان أكثر أمانا الأمور في الحقيقة معقدة جدا وترامب ربما قبل رحيله من البيت الأبيض يقوم بمغامرات كثيرة وأحداث كبيرة رأينا ترامب في أيام معدودات يملأ الأرض تطبيعا وينفذ ما يسمى بصفقة القرن ويفرضها في المنطقة أظن لم يتبقى لترامب بشيء لم يفعله إلا أن يقوم بحاجتين حرب إيران وانقلاب عسكري داخل أمريكا أو يستدعي الجيش أو يحدث شيء أو ينتحر أو يفعل أي شيء غريب في نهاية فترة حكمه لأن ترامب لا يريد أن يغادر بشكل طبيعي ده يعني حسب كل المتابعين يبقى الملف الخامس والأخير اللي حنتكلم عنه المتعلق بالتنافس الروسي التركي إحنا شفنا أن روسيا في مواجهة تركيا في سوريا وفي مواجهة تركيا في ليبيا وأيضا تدخلت لفض النزاع بين أذريبيجان وأرمينيا ولكنها تواجدت أيضا في مواجهة تركيا في هذه المنطقة كمنطقة نفوذ لا شك أن هذا الصراع الخفي أو الحرب الباردة بين البلدين إذا أردنا أن نسميها بشكل أكثر دقة ولكن رغم ذلك توجد علاقات مميزة جدا بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين وهذه العلاقة بتتنامى في الفترة الأخيرة وبيتم التأكيد عليها من طرف بوتين وكذلك من طرف الرئيس رجب طيب أردوغان لا شك أن يعني روسيا وتركيا عبر مئات السنين ولا نقول يعني عبر الحقبة الحالية فقط وهما يعني خصمان وهما ندان يعني حدثت بينهم أكثر من ستة عشر معركة كبرى عبر الحقبة الزمنية في خلال الدولة العثمانية وحتى تاريخنا الحاضر لا شك أن هذا الملف أيضا من الملفات الشائكة هل سبق هذه التحالفات هل تقوى هل تضعف يعني كيف ستتدخل أمريكا فيما يتعلق بهذه العلاقات لمحاولة إفسادها أو إحداث مشكلة هنا أو هناك كل هذه الأمور واردة إذن عام 2021 من الواضح أنه يرث ميراث صعب من عام 2020 وربما هذه البؤر الساخنة الخمس التي تحدثنا عنها وغيرها ويضاف إليها طبعا إقليم ناجورنو كرباغ وشايفين إحنا أرمينيا الآن بتخوض حرب عصابات ضد القوات الأذرية والقوات الأذرية رغم ضبط النفس إلا أنها تهدد بأنها سوف تقوم بالرد بالمثل إذن هذه الجروح النازفة في ليبيا في اليمن في أثيوبيا بين إيران وأمريكا أيضا الخصمان أو الندان أو الحليفان تركيا وروسيا هنا ند وهنا صديق وهنا متحالف لا شك أن تركيا تحاول أن تستفيد من المساحات الدولية ومن المساحات المتاحة وأن تلعب بما يسمى بفن الممكن نتمنى أن يكون العام القادم 2020 عام خير ونصر للإسلام والمسلمين نسأل الله عز وجل أن يحفظ الرئيس أردوغان وأن يحفظ الدولة التركية زخرا للإسلام والمسلمين وأن يحفظ كل دولة وكل شعب وكل شعب يعمل من أجل صالح الأمة الإسلامية والعربية ونهضتهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة وموازين القوى المختلة عالميا متابعين الأعزاء كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال وفي الختام إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة